كما أعرب دكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استادف يوم أمس دورية أمنية بالقنابل الحارقة في قرية كربباد وأدى إلى استشهاد شرطي وإصابة اثنين آخرين وقال الأمين العام إن الاعتداء على الأجهزة الأمنية البحرينية أثناء قيامها بواجبها في تأمين الشوارع وحماية المواطنين يعتبر عملا إرهابيا وأكدا على دعم جامعة الدول العربية للجهود التي تبدلها حكومة مملكة البحرين في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين الأمينين وتوجه الأمين العام بأحر التعازي والمواصل ذوي الشهيد ولمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا متمنيا الشفاء العاجل للجرحة اشتركوا في القناة